السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نردنا نتكلم عن سلسلة جديدة اسمها او الادارة بالاستناد لأدلة. دي مجرد مقدمة عن السلسلة. اه الناس كلها هي بتتغيب الاجاري فريموركس يمكن دايما بينسوا واحنا ليه عملنا اصلا الاجاري فريموركس المختلفة والاجاري براكسس المختلفة. الناس اللي اجتمعوا في 2001 وعملونا الاجاري منافستو كتبوا جملة فوق الفور فاليوز المشروعين بتوضح الكلام ده ان هم عملوا كل الفريموركس دي علشان يشوفوا طرق احسن لادارة مشاريع السوفتوير وحل مشاكل مشاريع السوفتوير اللي كانت بتوضيهم وبالتالي المفروض ما يكونش الهدف بتاعنا ان احنا ناخد احد الفريموركس دي ونشتغل بيها كغاية لنا لكن الهدف ان احنا ناخد الفريمورك ده عشان يساعدنا ان احنا نشتغل بشكل احسن ونديليفر بشكل احسن العمل بتاعنا وكمان نخدم البزنس اللي احنا بنشتغل فيه بشكل احسن. يمكن علشان كده سكرامت ارجى عملت ومتاح على الموقع بتاعهم احضر لكم اللينك بتاعه في الدسكريبشن ممكن تنزلوا باكتر من اللغة احنا نشتغل ان شاء الله في السلسلة دي على اخر نسخة لنسخة عشرين عشرين. ده الشكل اللي عام للاطار هو عبارة عن عملية سكرامتة ارجى عشان تساعد الورجانزيشن ان هي بتقدمها وتشوف طريقة اللي هي بتشتغل بيها بتحسن ولا لا. الفريمورك متأسن لاربعة كيفاليو ارياز اول اتنين اللي هم علاقة بتعريف الفاليو او الماركت فاليو نفسها اللي احنا بنقسها. والاتنين اللي هم علاقة بقدرة المؤسسة على توصيل الفاليو ديها. اول اول كي فاليو اريا عندنا اللي هي او القيمة الحالية وهي لو انتم فاكرين التلات اطراف بتاعنا بتوارد بروتك بتتكلمنا عنهم في سلسلة شرح سكرامت. اول حاجة الانفستور هل الانفستور اللي هو بيصرف على الورجانزيشن دي بيشوف عائد من السمار بتاعه ولا? هل بتاعنا بيستفيد من البرودك بشكل كويس? هل الحاجات اللي احنا عملين نضيفها على البرودك والفيشات اللي احنا عملين نضيفها على البرودك دي بتقدم للعميل ولا اهلا هل هو بيستخدمها ولا لا. الحاجة التالتة اللي هو التيي نفسه بيشتغل او اللي بيدليفر وبيبيلد الفاليو ديه شغال بشكل consequences. مبسوط وهو بيشتغل لأ وبالتالي هيساعد ان هو بشكل احسن او لو هو مش مبسوط هيأثر على توصيل الفالي اللي احنا نأصرها للعميل بتاعنا او ممكن حتى التيم نفسه يسيب الشركة وبالتالي ده فكلنا عارفين طبعا تكلفة ان احنا نريبليس حد او نريبليس تيم هتبع عاملة زي وبالتالي ده هيأثر على كل الفالي اللي احنا بنقدمها في الكورن بالي الحاجة التانية هي وديه اللي ممكن نعمله بالبرودك بتاعنا عشان نحصل على قيمة اكبر منه عشان نوضحه بمثال ناخد امازون ويب سيرفسيس امازون ويب سيرفسيس الاول عملتها امازون عشان تخدم شركة امازون نفسها بعد كده امازون شافت ان هي ممكن تبيعوا الناس تانية او ممكن تخلي الناس تانية تستخدموا مقابل نفع يعود عليهم وبقى دلوقتي من اكبر البرودكس بتاعة امازون اللي بيحقق لهم ارباح كبيرة جدا وبالتالي هم عاد عليهم عائد كبير او قيمة اكبر من اللي كانت لما كانوا بيستخدموهم داخليا المثال التاني اوبر الكريم لما قرروا ان هم يروحوا ويشتغلوا في دول اكبر وبالتالي بقى يخدموا عمل اكبر وبالتالي بقى يعود عليهم عائد اكبر من نفس البرودكس بتاعهم الكي فاليو التالتة اللي هي الوقت اللي احنا بناخده عشان نوصل الفاليو احنا قابل نوصل الفاليو لكنه نوصلها في ثلاث شهور ولا في ست شهور ولا في سنة قد ايه الحاجات بتاخد من اول ما بتبقى فكرة لحد ما بتبقى منتج نهائي في ايد العميل الوقت اللي احنا بناخده علشان ديليفور الفاليو دي مهم جدا وبالتالي هيعرف في حدد او هيحدد قدرتنا احنا كمؤسسة ان احنا ندليفور الفاليو وبالتالي ناخد نازم ناخد بالنا من الحاجات دي عشان نعرف تحسن مع الوقت. اخر كي فاليو اريا عندنا اللي هي هل احنا فعلا بنبس بنسابورت بزنس از يوجول وبنقدم الخدمة اللي بتاعنا للحالية فقط ولا بنضيف كمان حاجات فيها ابداع وفيها انوفيشن علشان نحافظ على المكان بتاعنا في الماركت وبالتالي نعرف ندليفور فاليو بشكل احسن دي كل الكي فاليو الارياز اللي انا عايز اتكلم عنها في ان شاء الله هتكلم عنها في السلسلة بالتفصيل وبأمثلة اول فيديو عجبكم يجب تعملوا لايك وتشاركوه مع كل الناس اللي تعرفوهم عشان يوصل لكم الى حدد ان شاء الله شكرا لكم وشوفكم شكرا في الحلقات الجاية